أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهائها ومن ثم التعامل بشكل دذري مع القضية الفلسطينية وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغرية ماريا جابريال بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة على صعيد العلاقات الثنائية أعرب مدبولي عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا بهود الدولة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر من جانبها أكدت وزيرة الخارجية بلغرية أن مصر شريك استراتيجي لبلادها لافتة إلى انفتاح صوفيا على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمح اشتركوا في القناة